السلام عليكم معكم علي اهلا وسلم بكم من درسنا جديد اذا كنتم المرة تشاهد القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس وضع لك الفيديو اللي يصلكم كلها جديد ومشاركة الفيديو بين الاصدقاء في هذا الفيديو نتحدث ونكتب الاسماء في اللغة الانجليزية اسماء الاولاد او الشباب اللي تتبدأ بحرف الباب لدينا 90 اسم في هذا الفيديو الشخص الذي لا يجد اسمه في هذا الفيديو يستطيع ان يترك تعليق في قسم التعليقات وان شاء الله بكتب له اسمه باللغة الانجليزية البعض يخطأ في كتابة الاسم او يجد صعوبة اذا هذه الفيديوات او هذه السلسلة من الفيديوات هدفها تصحيح كتابة الاسماء باللغة الانجليزية وايضا بعرف الاسماء باللغة العربية اللي تبدأ بحرف الباب بدر بادر بدر بشار باشار باهر باهر دعوا الاسماء تكون حرف كبير بشر بشر باسم باسم إذن بدر بشار باهر بشر باسم باسل باشير بشير بسام بسام بسيم بسيم بسيل بسيل بها الدين باكر باكر بادر الدين برا بديع بادي بادي باران باكر بدر الدين بارة بادي بادي باران بارك باز باكر باكر بلين بانا بارك باز باكر باكر بالان باين بانا باهي بايلي بتار بتال بحار بحتري بحار باهي بايلي بتار بتال بحار او بهار اذا نفضوا حا طبعا هم يعدوا محرف الحا ها بهار بحتري او بحتري كما قلنا حرف الحا لا يوجد عندهم لكن الفضوء ها بحتري بهار او بحر بحير او بحير بحري او بحري بدار بدران بدري بديع او بديع براء بحير بحري بدار بدران بدري بديع براء طبعا دائما الهمزة بيكون عندنا دبل اي الهمزة اذا دبل اي او نضع اي بدل اي الاخيرة او الثانية نضع فاصلة يعني براء ممكن نكتبه بهالشكل هذا او نكتبه براء نضع فاصلة علوية بدل الحرف الاي الموجودة بالاخير براه او براح برادي براي براين برجس براه برادي براي براين برجس بركين او برقين طبعا عدنا حرف القاف دائما يكون بدل عنه حرف كيو برك او برق بركان بركة برهان بريدة برهان برهوم بريكان برين بسول بشارة برهوم بريكان دائما عندنا حرف اليا بيكون مقابل حرف اي لاحظ برين بسول اذا كان عندنا مثل برهوم بسول او طويلة بيكون عندنا او يو اذا كان او بهذا الشكل اذا كان او بشرة نستخدم حرف يو بشارة لاحظ بشارة اذا كان حرف با اذا هذا با با شارة لكن بشارة برهوم بريكان برين بسول بشارة بصير يعني بصير يكون عندنا حرف صاد مقابله بالانجليزي حرف اس بطرس او بطرس حرف الط بيكون مقابل حرف ت بكور بكور كما قلنا اذا كان واو طويلة يكون عندنا او يو بكير بكير بلال بلال بلبل لاحظ بل بل مثل عندنا بط روس بصير بطرس بكور بكير بلال بلبل بلسم بلسم لاحظ بل بلسم بلسم بلكيس بلكيس او بلقيس بليبل لاحظ بليبل بليك بليك يعني بليل بلانا بلانا باندر باندر بنيان بنيان بنين بنين بها بها بهران بهران بهي بهي لاحظ بلسم بلقيس بليبل بليغ او بليغ بلانا لكن عندهم جي اتش ايج طبعا حرف الغين مقابله جي اتش باندر بنيان بنين بها بهران بهي بهي الدين بهي الدين بهيج بهيج بهجة برا كما قلنا الهمزة بيكون دبل اي ممكن الاي الثاني نضعه دالها فاصلة علوية برا 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 بيال ببرس ببرس بيجان براك بيران بري بيل بيلان برا 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 بيال ببرس بيجان براك بيران بري بيل بيلان اذا في هذه الطريقة اكتب الاسم لاحظ في اسم بدر با در على طول لو حطينا اي تصبح بدار لاحظ با دار اذا بدر مباشرة بدون الاي هذه اكتبها لو وضعنا اي تصبح بدار مثل عدنا بد ران بد ران بد ري بيكون عدنا الاي هذه بيكون عدنا حرف اي بيكون عدنا حرف الكيو هو حرف القاف حرف الغين بيكون عدنا جي اتش كما قلنا الهمزة بيكون عدنا دبل اي لكن الاي الثانية ممكن نضع عنها فاصلة علوية وحرف الصاد بيكون عدنا حرف اس وايضا حرف السين بيكون عدنا حرف اذا بهذا الشكل كتبنا تسعين اسم من الاسم العربي نقلنا او كتبناه باللغة الانجليزية كما قلنا الشخص الذي لا يجد اسمه في هذه الاسماء يترك تعليق بالاسم الذي يريد كتابته واكتبه ان شاء الله كما قلنا هذه السلسلة من الفيديوهات لنتعلم يكون عندنا قائمة من الاسماء ممكن الشخص يريده نسمي اسم بنت بنته اسم ابنته او اسم والذي ممكن يستعلم بهذه الاسماء وايضا ممكن يريد ان يسجل اسم ابنه في الدوار الحكومية او الوراق الرسمية يستعين ايضا بهذه الاسماء اقصد كتابتها باللغة الانجليزية اتمنى قدمت شيء الفائدة اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجراس وضع لك الفيديو ومشاركة هذا الفيديو مع الاخرين يصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته